السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتعلم من النهاردة اول فيديو من فيديوهات تعليم برنامج الباوربوينت اول حاجة احنا احنا عايزين نشغل برنامج الباوربوينت باسرع طريقة ان انت تروح على السيرش اللي موجود جنب الستارت وتبدأ تكتب اول كام حرف من كلمة باوربوينت لو كتبت كلمة باور بس هيتلعلك الايكونة بتاعت باوربوينت لو احنا عايزين نسبت الايكونة ديت احنا ممكن نعمل كليك يمين وابدأ اقول له بين توستارت لو انا عملت هالو بين توستارت فيه اللي هيحصل؟ لما اقű أفتح الستارت هلاقي نوعات الباوربوينت موجودة عندي على طول اممكن نعمل حاجة تانية ايه هي؟ تعالوا كده اطمع بغض لو انا ممكن اعمل حاجة برضو اللي هو ايكليك يمين واقولنه بين تو تاسك بار تاسك بار اللي هو شريط القوائم اللي تحت ده لو انا عملت بين تو تاسك بار اللي حصل حطيلي الايكونة بتاعة الباوربوينت في التاسك بار فلما اجي افتح بعد كده الكمبيوتر حلاقي دايما الايكون ديت موجودة عندي مجرد ان انا اعمل دابل كليك على الايكون ديت يفتح لي برنامج الباوربوينت الباوربوينت وكل برامج الاوفيس لما تيجي تفتح بتفتح على ويلكم بيج الويلكم بيج بيبقى فيها كذا حاجة اول حاجة لو انت عايز نيو سلايد لو انت عايز تفتح حاجة عندك اصلا متسيف عندك على الكمبيوتر او في عندك حاجة اسمها recent اللي هي الحاجات الحديثة اللي هي احدث فايلات باوربوينت انت فتحتها يعني دي احدث فايلات انا فتحتها مؤخرا وفي عندنا حاجة اسمها bend لو انت عندك فايل شغل عليه مدة ايام متتالية وعايز تسبت الفايل دوت بحيس ان انت كل ما تشغل الباوربوينت تلاقي الفايل دوت في قائمة البند طب لو انا عايز افتح حاجة جديدة انت ممكن تعمل من نيو ممكن تلاقي عندك blank presentation يعني blank presentation يعني presentation فاضية انت مفيهاش اي حاجة خالص او ممكن تعمل presentations موجودة جاهزة كده لو انت عايز تشوف اشكال تانية ممكن تعمل انهوة more themes هيبدأ يفتح لك او ينقل لك على قيمة new ابوص احنا كنا في قيمة الهوم لو انت عملت more theme ديت هيبدأ يفتح لك على قيمة new قيمة new هنا هوت عندك themes كتير جدا عندك template كتير جدا تقدر تفتح من عنده على سبيل المثال لو انا مثلا عايز اعمل presentation عن حاجة تعليمية فحبدأ اختار القيمة بتاعت education بيعمل search على الانترنت طبعا انت لازم تكون فاتح الانترنت وانت شغال عشان يعمل لك search جاب لنا هوت template اللي تخص اي حاجة تعليمية اهو يعني نوات فيه natural ecology فيه نوات school design فيه عندنا educational presentation فيه عندك حاجات كتيرة جدا اشكال كتيرة جدا ومتنوعة تقدر تختار الشكل اللي انت عايزه او theme اللي انت عايزها وتبدأ تبدأ منها يعني انا لو اخترت حاجة زي كده مثلا title layout حيبدأ يقول لي ان البرزنتيشن دي حجمها كذا وبتاع اول ما اعمل create يبدأ يحمل او يعمل download للبرزنتيشن ديت من عن الت فتح لي البرزنتيشن ديت زي ما احنا شايفين او جايب لك حاجة جاهزة خالص موجود فيها كل الحاجات اللي انت ممكن تحتاجها لو عايز تعدل بقى عليها لو انت عايز تعدل العنوان تبدأ تعدل العنوان على طول لو انت عندك عنوان فرعي انت عايز تعدل الcontent تكتب المحتويات بتاعتك وتبدأ تشتغل فيه البرزنتيشن بتاعتك جاهزة ما فيهاش اي مشكلة خالص طب نفس الكلام هواد هروح لفايل وحابدأ اختار نيو هلاقي نواد فيه البرزنتيشن بتاعتي لو انا عايز مثلا حاجة فيها دايجرامز او فيها تشارتات تمام او حاجة تخص البيزنس لو انا عايز حاجة تخص البيزنس برضو هلاقي بيعمل سيرش على الحاجة ديت اونلاين وهكذا اي مجال من المجالات دي تقدر ان انت تختار اي مجال منهم زي ما احنا عملنا فيه المجال الاولين اللي هو بتاع ويطلع لك حاجات كتيرة جدا تختار منها او تختار منه اللي انت عايز طبعا لو انت ما عندكش برنامج في عندنا حاجات تانية او حلول تانية موجودة اونلاين تعالك كده نشوفها اول حاجة برنامج الباور بوينت هنلاقيه اونلاين بـ 2500 جنيه تقريبا لو انت عايز تشتري البرنامج في عندنا حاجات تانية موجودة اونلاين في عندنا حاجة اسمها جوجل بريزنتيشن جوجل برضو عاملة موقع الموقع ده بتقدر تصمم فيه بريزنتيشن زي الباور بوينت بالزبط فيه اوبشنز كتير جدا من الباور بوينت في عندنا موقع تاني اسمه slides.com برضو تقدر تعمل create presentation في موقع اللي هو اسمه slide dog في موقع اسمه زوهو المواقع ديت كلها بتبدأ تعمل منها بريزنتيشن شبيهة جدا بالباور بوينت طيب لو انا عايز ابدأ بقى في الباور بوينت حبدأ اعمل ايه حبدأ اختار blank presentation حاجة فاضية خالص احنا حنحول بقى البلانك بريزنتيشن دي حنبدأ نعمل منها design زي الدزينات اللي احنا شفناها من شوية فحبدأ اختار هناوات blank presentation double click تعالى نتكلم على وجهة برنامج الباور بوينت برنامج الباور بوينت حلاقي هناوات في النص التايتل بتاع البرزنتيشن بتاعتك هنا موجودة presentation 2 لو انت عملت save باسم مختلف حتلاقي الاسم دوات ظهرلك في الجزئية اللي هنا حتلاقي برضو على اليمين في عندنا close في عندنا maximize في عندنا minimize نفس التلاتة tools اللي موجودة في كل البرامج تقريبا في عندنا برضو نحية الشمال حنلاقي نهوت في quick access tool bar اللي هو شريط القوائم السريعة يعني نقل في save في undo في redo ولو انت عايز تزود اي حاجة في quick access tool bar تقدر تزود يعني مثلا لو انا عايز تزود new اقدر ازود new لو عايز تزود open اقدر ازود open شوف اي حاجة من الحاجات ديت انت عايز تزودها تزودها مش عايز تزودها ما تزودهاش برضو لو انت عايز تلغي حاجة تقدر ان انت تلغي عن طريق ان انت تكليك على الحاجة اللي انت عايز تلغيها بتبدأ تتلغى من عندك زي ما احنا شفنا مع بعض تحت quick access tool bar هنلاقي نوض مجموعة tabs مجموعة tab ويبات كل tab من دول اول ما تكليك عليه بيظهر لك حاجة اسمها ribbon الribon دوت موجود في حبة groups كل ribbon زي ما احنا شايفين متقسم لgroups مثلا في الhome هنلاقي نوض اول group اسمه clipboard تاني group اسمه slides تالت group اسمه font وهكذا لو انا رحت ل tab بتاعت insert هنلاقي groupات مختلفة باوامر مختلفة لو رحت على ال group بتاع او tab بتاع design نفس الكلام ونفس الكلام بقيت التبويبات اللي موجودة عندي دي التبويبات الزهرة في بعض options لما نيجي نعملها بيظهر تبويبات ازيد من ديت كمان يعني انا لما اجي اعدل على صورة بيظهر لي تبويب خاص بالصور اسمه format picture نفس الكلام لو انا بعمل table بيظهر لي تبويب جديد للtable اسمه format table وهكذا كل جروب من الجروبات ديت فيها مجموعة اوامر زهرة ولو انا عايز كل الاوامر اللي موجودة تخص الجروب ده اقدر اعملها من السهم ده السهم ده اللي هو بيسموه dialog box launcher بيبدأ يظهر لك كل الاوامر الخاصة بالclipboard نفس القصة ينوض فيه الفونت لو انا بكتب حاجة برضو لو انت فتحت السهم ده بيظهر لك كل option بتاعت الفونت الoption الزهرة والoption اللي مش زهرة وهكذا في كل الجروبات التانية نفس الكلام برضو لو انا في الريبون ده انا عايز اخفي الريبون اقدر اخفيه عن طريق السهم دوت لو انا كليكيت عليه بيبدأ يخفي الريبون وبرضو لو انا فتحت نوات الهوم او عملت كليك على الهوم بيبدأ الريبون يظهر لكن الريبون بيختفي او بص لما اجي اكليك على الهوم بيظهر لكن لما اجي اعمل اي حاجة تانية بيختفي طب انا عايز ارجع اخليه ثابت زي الاول فهدغط ان هو تعالى علامة البن او علامة الدبوس اللي ظهر ديت هيبدأ الريبون بتاعي يثبت زي ما احنا شفنا في الشكل ده تحت الريبون هنلاقي ان هوت الجزء اللي هو فيه سلايد خلي بالك من حاجة برنامج الورد بيعتمد على بيجز على صفحات كأنه كتاب بالزبط وانت بتعمل فيه صفحات برنامج الاجسل بيعتمد على حاجة اسمها شيت لكن برنامج الباوربوينت بيعتمد على حاجة اسمها سلايد وبالتالي الجزء دوت بنسميه سلايد طب لو انا عايز اعمل اكتر من سلايد ببدأ اعمل هوت نيو سلايد اخدت بالك اول ما عملت نيو سلايد اللي حصل الجزء دوت اضاف فيه ثلاث صفحات هلاقي نوات الصفحة بتاعتي متقسمة جزئين الجزء الاولين اللي هي السلايد والجزء التاني دوت حاجة زي نظرة عامة عن السلايد محتوياتها ايه وفيه كام سلايد موجودة عندي طيب لو نزلنا تحت شوية هنلاقي نوات برضو في الزومينج لو انت عايز تزوم تعمل علامة البلاس لو انت عايز تعمل زوم اوت تعمل علامة الماينس برضو نوات فيه النورمال فيو ده اللي هو الشكل العادي فيه عندنا نوات اشكال تانية لو انت عايز تعمل السلايدات جنب بعض وتقدر برضو تتحرك او تغير السلايد بترتبهم او فيش مشكلة برضو ممكن كده احنا راجعنا لنورمال فيو ممكن نخليها reading view يعني ممكن نخليها كأنها كتاب بيبقى ملو الشاشة طبعا احنا مش شايفين اي حاجة لان احنا حتى الان لسه ما كتبناش اي حاجة خالص فيها او ممكن نعمل سلايد شو اهي سلايد شو اللي هو بيخلي وضع السلايد زي ما احنا هنتكلم عليه كمان شوي نيجي برضو نحية الشمال هنلاقي نوات فيه اللغة اللي انا بكتب عليها دلوقتي اللي هي الانجلش وحلاقي نوات رقم السلايدات تلاتة وانا دلوقتي واقف على اول سلايد من السلايدات التلاتة اللي انا عملتون وبكده احنا اتعرفنا على وجهة برنامج الباوربوينت الفيديو الجاي ان شاء الله هنبدأ بقى نشرح ازاي نبدأ نكتب الباوربوينت وازاي نبدأ ننصخ الشغل بتاعنا والديزاين بتاعنا